موسيقى أهلا بكم مشاهدينا إلى العدد الأول من برنامج حصاد المشرق أحييكم وأسعد بلقائكم في هذا العدد ونبدأ معكم بالعناوين موسيقى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبوني حص رؤساء البعثات الدبلوماسية في المشرق العربي على مضاعفة جهود التكفل بانشغالات الجالية وتوطيب العلاقات مع الدول الشقيقة موسيقى استنكار واسع إزاء الإجراء البريطاني حضر التعامل مع حركة حماس موسيقى الوضع المتأزم في لبنان لا حل بدون تغيير النمط الحكومي في نظر الملاحظين موسيقى أجواء الحرب في اليمن لا تهدأ حتى تشتعل معارك وضربات جوية في صنعاء موسيقى وفي ملف الحصاد مساعي تقودها الجزائر لعودة دمشق إلى حضن الجامعة العربية موسيقى موسيقى أهلا بكم مشاهدينا مجددا إذا نلتقي كل خميس ساع في هذا التوقيت لاستعراض أبرز الأحداث المستجدة في منطقة الشرق الأوسط ونقف بشكل خصوصي بالعرض والتحليل عند موضوع من قضايا الساعة تحت مسمى ملف الحصاد وقد ارتأينا في هذا العدد الأول أن نسلط الضوء على قضية مثيرة للجدل ويتعلق الأمر بإمكانية عودة سوريا إلى أحضان الجامعة العربية هل هذه العودة واردة بمناسبة عقاد القمة العربية القادمة في الجزائر أن أمن أمر الحسن فيها ما زال مبكرا الإجابة تأتيكم بعد استعراض أهم أحداث الأسبوع في منطقة الشرق الأوسط بداية شهد مطلع الأسبوع في عدة مناطق بالطفة الغربية أحداث عنف مفتعلة كان وراءها عشرات المستوطنين الإسرائيليين الذين قاموا بأعمال عنف وسلسلة من الهجمات ضد الفلسطينيين العزل حيث أصيب العديد من الفلسطينيين جراء هذه الاعتداءات والتي تم خلالها قطع الطرق وتحطيم العديد من المركبات في عملية جريئة من الجانب الآخر هاجم مواطن فلسطيني مستوطنين إسرائيليين في منطقة باب السلسلة بالقدس قتل أثناء هذه العملية مستوطن إسرائيلي وجرح أربعة أفراد آخرين من بينهم ثلاثة جنود إسرائيليين إثر اجتباكهم مع منافذ الهجوم الذي استشهد وهو مقدسي يدعى فادي أبوش خادم في هذه الأثناء أعلنت حركة حماس التي تبنت العملية أنها شرعت في تحرك واسع لمواجهة قرار الحظر الذي اتخذته وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتل ضد الحركة بخطوة جديدة منحزة لإسرائيل مزيد من الضوء حول هذا الموضوع في هذا التقرير إلى حين تنفيذ القرار بشكل رسمي من طرف مجلس العموم في بريطانيا استنكرت عديد الدول العربية وأخرى غربية تصنيف حركة حماس ضمن المنظمات الإرهابية بذريعة أن الأخيرة تريد إزالة الكيان الصهيوني من الوجود حسب ما جاء على اللسان وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتل بالمقابل اعتبرت فصائل المقاومة أن القرار البريطانية يفضح السياسة المنحازة للصهاينة منذ وعد بلفور قبل مئة عام مشيرة إلى أن هذه القرارة الجائرة تشجع الاحتلال على ارتكاب مزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني تحت غطاء دولي فاضح توابط حركة حماس أنها تمارس مقاومة الاحتلال ضد المحتل الإسرائيلي داخل فلسطين وضد المشروع الصهيوني الاستعماري وليس لديها أي مشكل مع اليهود في العالم ولا مع اليهودية كديانة وهذا الإدعاء الباطل الذي جاء على لسان الوزيرة لم يأتي مقرونا بأي دليل أو تقرير أمني يثبت عكس ما تمارسه حركة المقاومة حماس حماس الحركة المقاومة التي دكت مضاجع المحتل في عدة حروب شنها الكيان الصهيوني على قطع غزة والتي انتهت ببنك مفاجآت من طرف حماس على بنك أهداف الاحتلال أضحت اليوم حركة تزعج الكثير من الدول التي تكن ودا لإسرائيل المحتلة وتجمعها مصالح مع الكيان الغاصب لحق الشعب الفلسطيني إلى لبنان الآن الوضع المتأزم في البلاد يتجه نحو التصعيد بخطوات سريعة مصادر الأخبار في مجملها لا تنقل إلا ما ينبئ بالسوء وكان صورة الوضع كحال المريض الذي ينقل إلى مستشفى المهجور وهو في حاجة إلى عناية فائقة على حد تعبير النائب ميشيل ظاهر تغريدة أن نائب ميشيل ظاهر بهذا الوصف تعكس تسارع الأحداث في لبنان أحداث يشتد إعصارها يوما بعد يوم فأزمة الحكومة المتعاقبة على بيروت تزيد المشهد ضاببية في ظل أزمة اقتصادية تعصف بالبلاد خاصة في السنوات الأخيرة لا يبدو أن لدى الحكومة قدرات فعلية لإخراج البلاد من الأزمات السياسية والاجتماعية التي تزداد تفاقما وتهدد بكارثة ودفع البلاد إلى الفوضى فالحكومة مأزومة بين أفريقائها انطلاقا من الواقع الذي تعيشه بيروت الذي يبدو سودويا في ظل الانزلاق نحو مستقبل مجهول طارة بحوادث أمنية متنقلة من شأنها أن ترسم مشهدا بائسا في فضاء الوضع اللبناني الهش وطارة أخرى بأزمة اقتصادية بنيوية البلاد تتجه باتجاه الفوضى الشاملي إذا تعسرت خاصة موضوع الانتخابات النيابية وخاصة فيما يتعلق بموضوع تداول السلطة على كيف المساويات تتقادفه ذهنيات متباينة ما بين سياسة واقتصاد يبقى لبنان يصارع أزمات متتالية منذ أشهر عدة جراء شح الوقود وندرة الأدوية وسلع أساسية أخرى بسبب عدم توفر العملة الأجنبية مما زاد الوضع السياسي المضطرب تفاقما متعدد الأوجه إلى اليمن أجواء التوتر تأخذ طابعة تصعيد فقد دفذت قوات التحالف ضربات جوية في صنعاء ضد أهداف عسكرية في مواجهة الحوثيين وتم إرسال تعزيزات إلى محيط موقع قالت مصادر التحالف الذي تقوده السعودية إنه معمل سري للطائرات وفي حي ذكر التحالف أنه اتخذ إجراءات لتجنب استهداف المدينين أعلن الحوثيون أن قوات التحالف شنت العشرات من الغارات الجوية على عدد من محافظات اليمن محذرين من عواقب هذا التصعيد وفي الأردن شرع البرلمان في مناقشة مشروع إصلاحات دستورية تولت سياغته لجنة ملكية بهدف تحديث النظام السياسي في البلاد وإصلاح النظام الخاص بالأحزاب السياسية وقال رئيسه الوزراء بشر الخصونة أثناء عرض هذه الوثيقة الإصلاحية أمام أعضاء مجلس النواب قال إن مشروع القانون يمهد الطريق لتعيين رئيس وزراء ترشحه أغلبية برلمانية عوض أن يختاره الملك ومن بين التعديلات المقترحة في المشروع إنشاء مجلسا للأمن الوطني والسياسة الخارجية ليتولى جميع القضايا المتعلقة بالدفاع عن المملكة والأمن الوطني في جلسة ترأسها قبل يومين أسدى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون توجيهات لرؤساء البعثات الدبلوماسية في المشرق العربي وإيران حثهم فيها على تحصين الأداء الدبلوماسي ومضاعفة الجهود للتكفل بانشغالات الجالية الجزائرية والسهر على توطيد العلاقات مع الدول الشقيقة يأتي هذا الحرص في اتجاه تمتين أواصر الأخوة في أوساط المجموعة العربية في الوقت الذي يجري فيه الحديث عن بداية تشكل إجماع عربي من أجل عودة سوريا إلى حضن الجامعة العربية تزامناً مع إعلان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قبل أيام عن تحديد موعد عقاد القمة العربية القادمة في الجزائر في شهر مارس 2022 التفاصيل في سياق التقرير التالي هذا الموقف المؤيد لعودة سوريا إلى محفل الجامعة العربية ليس جديداً فقد كانت الجزائر معارضة منذ البداية للقرار الذي اتخذته الجامعة في نوفمبر من عام 2011 بتجميد عضوية سوريا على خلفية لجوء النظام السوري إلى الخيار العسكري لمواجهة الاضطرابات والاحتجاجات التي عمت مختلف المناطق السورية والتي صارت تعرف بالثورة الشعبية المناهضة لحكم بشار الأسد ولم تقدم الجزائر على غلق سفارتها في الدمشق طوال مدة الأزمة التي مضت عليها عشر سنوات التحرك الجزائري من أجل إعادة ترتيب البيت العربي تستعيد فيه سوريا مكانتها الطبيعية يتزامن مع جهود عربية أخرى وجهود من جانب روسيا أيضاً أملاً في عودة دمشق إلى حضن الجامعة ومن المرتقب أن تطرح هذه المسألة في القمة العربية الخامس والثلاثين التي تستضفها الجزائر في غضون أربعة أشهر بعد أن صار العديد من البلدان العربية ينفتح بشكل هادئ على سوريا مثل ما صرح به في وقت سابق الأمين العام للجامعة العربية السيد أحمد أبو الغيط مشيراً إلى أن الجزائر تتصدر المساعي الجارية في سبيل عودة سوريا إلى الحضن العربي وترى مصادر عليمة في الجامعة العربية أن أمر عودة سوريا يصبح وارداً عندما يتضح الإجماع العربي على ذلك كما أن الجامعة ما زالت تنتظر ترحيباً سورياً بشأن هذه العودة كخطوة إجرائية وتتمثل آلية العودة في إصدار المجلس الوزاري للجامعة مشروع قرار يرفع من المنتوبين ويحال على القمة لإقراره إذن عودت سوريا بحسب المواقف التي ما زالت متحفظة مشروطة بتحقيق خطوات الملموسة في اتجاه المصالحة السورية وفي اتجاه الحل النهائي للأزمة التي أنهكت المجتمع السوري لمناقشة أهم الجوانب المرتبطة بهذا الملف نسعد أن نستضيف معنا عبر سكايب السيد علاء الأسفري أهلاً بك سيدي أصعد الله أوقاتكم وأرحب بكم لشعب الجزائر أطيب تحية وهو الشعب الصديق للشعب السوري سيدي سبق لأمين العام للجامعة العربية أن سهو صرح بأن هيئته تنتظر خطوة إجرائية من السلطات السورية كتعبير عن ترحيبها بالمساعي الرامية إلى عودة سوريا إلى الحضن العربي أو إلى حضن الجامعة العربية لأقول ما يعكس استعدادها للتجاوب مع مساعي العودة هل تتوقعون أن يصدر عن السلطات السورية أي ردد فعل؟ طالما سوريا ترغب في رجوع العلاقات العربية السورية ورجوع العرب إلى الحاضنة السورية وأيضا أن تكون سوريا في الجامعة العربية هذا مطلب سوري بامتياز ومستمر طبعا شكرنا الكبير للجزائر التي لطالما وقفت مع الشعب السوري في محنته والتي طالما عرفت بأن الحرب على سوريا كانت حرب إرهابية وليست حرب حريات كما يراد أن يشعل عليها إعلاميا وخاصة أن الجزائر قد اكتوت سابقا من إيران الإرهاب لذلك سوريا تفتح زراعيها وهذا مطلب سوري بامتياز سيدي الجزائر أكدت على لساني وزير الشؤون الخارجية السيد رمطان العمامرة بأنها تأمل في عودة سوريا إلى الجامعة العربية بعيدا عن التدخل في شؤونها أكيد طبعا داخلية ولكن بعض الأطراف العربية تلمح إلى شرط التسوية السياسية في سوريا كيف تنظرون إلى هذا الأمر؟ يعني أن تكون تسوية سياسية كشرط للدخول إلى الجامعة العربية أو حتى لعودة يعني خليني أقول العلاقات إلى سابق عهد أو ليست إلى سابق عهدها بالأكيد يعني عودة العلاقات السورية مع الدول العربية كيف ترون هذا الأمر؟ بالنسبة للسؤال الثاني حول موضوع بعض الشروط العربية لا يوجد هناك شروط عربية على ما أعتقد توجد بزيارة وزير الخارجية الإماراتي هناك أيضا تفاوض أردني سوري ومصري سوري الشروط غير موجودة لأن سوريا هي أصلا ترغب في الحل السياسي لا ننسى أن سوريا الآن تشترك في لقاءات جينيف بينها وبين المعارضة والأمور السياسية والحل السياسي قابل للتفاوض وهو دائما مثال حقيقة دعم من الحكومة السورية لذلك لا أعتقد بأن الأمور مشروطة وسوريا كما نعرف لا تقبل الشروط نهائيا وهي ليست متصلبة هي تريد أيضا الحل السياسي شكرا لك جزيلا وعلى هذه المشاركة أساد علاء الأصفري شكرا جزيلا على هذه المشاركة إذن يبقى ملف سوريا مفتوحا على المتابعة الإعلامية لأهميته أشكر طبعا ضيفي الكريم على كرم المشاركة في هذا العدد الأول من برنامج حصاد المشرق إذن أقول لكم نتحول الآن إلى شيء من الثقافة فنوجه أنظرنا إلى أجواء مهرجان القاهرة السينبائي ضمن هذا التقرير فيلم هوليو بوليس للمخرج الجزائري جعفر قاسم ينافس في مسابقة آفاق السينما العربية وبذات التظاهرة تحضر المخرجة الجزائرية صوفيا جاما ضمن لجنة التحكيم يشاهد جمهور مهرجان القاهرة فيلم بناة عبد الرحمن من إخراج زيد أبو حمدان من الأردن وفيلم بلوغ من إخراج هند الفهاد وفيلم من القاهرة للمخرج هالا جلال ويشاهد أفلام عدة في عروضها الأولى بمنطقة الشرق الأوسط مثل سبعة كلاب من إخراج رودريغو غيريرو من الأرجنتين ولو انهارت الجدران للمخرج المغربي حكيم بالعباس ويومية الشارع جبرائيل للمخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي وقدحة للمخرج التونسي أنيس الأسود وتمساح النيل للمخرج نبيل الشاذل من مصر المهرجان الذي يعد واحدا من أعرق المهرجانة في العالم العربي وإفريقيا تختتم فعليته في الخامس ديسمبر القادم إلى هنا مشاهدنا وصلنا وإياكم إلى ختم هذا العدد الأول إليكم تحياتي وتحيات فريق البرنامج شكرا للمتابعة في أمان الله ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة